أعلن قصر باكنجهام أن ملك بريطانيا تشارلز تم تشخيص إصابته بنوع من أنواع السرطان وبدأ تلقي العلاج بانتظام حيث أكد القصر أنه تم اكتشاف إصابة الملك تشارلز بالمرض وهو ليس سرطان البورستاتا وقال قصر باكنجهام في بيان الاثنين أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز ملك بريطانيا بنوع من أنواع السرطان وأن الملك البالغ من العمر 75 سنة سيؤجل واجباته العامة في أثناء خضوعه للعلاج وأحجم القصر الملك عن توضيح نوع السرطان الذي أصيب به الملك تشارلز وقال القصر في بيان أثناء خضوع الملك لإجراء طبي بالمستشفى لعلاج تدخم حميد بالبرورستاتا تم اكتشاف مسألة منفصلة مصيرة للقلق مشيرا إلى أن الاختبارات التشخيصية اللاحقة كشفت وجود نوع من السرطان وأضاف أن الملك بدأ برنامج العلاج المنتظم ولكن الأطباء نصحوا بتأجيل أداء واجباته الرسمية وأوضح القصر أنه في خلال الفترة العلاج سوف يواصل جلالته أداء أعمال الدولة والمكاتبات الرسمية كالمعتاد وذكر أن الملك يشعر بالإمتقان تجاه فريقه الطبي بسبب تدخله من العاجل والذي أمكن القيام به بفضل الإجراء الطبي الذي خضع له مؤخرا وجاء في البيان أن الملك يشعر بإيجابية تجاه علاجه ويتطلع للعودة إلى أداء واجباته بشكل كامل في أقرب وقت ممكن وذكر البيان أن جلالة الملك اختر أن يكشف عن تشخيصه الطبي لتلاف التكهنات وأملا في أن يساعد ذلك في التوعية العامة تجاه كل من أصيبوا بالسرطان في جميع الحق العالم كان قصر باكنجهام قد أعلن يوم 16 يناير الماضي أن الملك يتلقى العلاج جراء صبته بسرطان البولستاتا وأن حالته الصحية حميدة